بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله في هذا الفيديو سأشرح لكم موقع PrimePropo هو موقع تعليمي باللغة الإنجليزية يتيح لك مشاهدة فيديوهات تعليمية لمواضيع مختلفة وبعد مشاهدة الفيديو التعليمي توجد عدة خيارات مفيدة لمعلمي ومتعلمي اللغة للتأكد من استيعاب المعلومات أو الاستفادة منها مثل ما نرى هذه واجهة الموقع يتوفر بنسختين مجانية ومدفوعة ويتم تجديد فيديو مجاني يوميا هذا غير مجموعة فيديوهات مجانية تتغير بين فترة وآخرى ويغطي الموقع عدة مواضيع من ضمنها Science, Social Studies, English, Math وغيرها ننتقل الآن إلى الفيديوهات المجانية وكما نراحظ توفر ثالث فيديوهات لكل فرع نختار من فرع الإنجلش يكون شرحنا عليه كما ترون هذه الخيارات التي ذكرناها سابقا وتساعد على التأكد من فهم المعلومات وكما نلاحظ وجود Movie Transcript Full Description تحت كل فيديو ليتيح لك قراءته إن لم تكن تود لمشاهدة الفيديو كذلك يتيح الموقع أفكار لتدريس هذا الموضوع أو وضع أسئلة خاصة كذلك يوجد فيديوهات ذات تصير الموضوع الفيديو الذي تشاهده فكرة الفيديوهات إنه يتم إرسال الأسئلة إلى Tim ومبي ويجبان عليها في الفيديو غير أن الفيديو يزيد حصيرة المعلومات لديك فهو كذلك يزودك مفردات جديدة في اللغة الإنجليزية وتستطيع معرفة إملائها من خلال هذه الخاصية وهي نقل الصوت إلى نص وعند الانتهاء من مشاهدة الفيديو تستطيع أخذ الكوز الباب كوز وهو ثلاثة أنواع الكاسك مود الروفيو مود والبرنتد كوز الكاسك مود ترى نتائج الأجوبة بهذا الانتهاء من الحلب الكامل أما الروفيو مود لا تستطيع الانتقال للسؤال التالي إلا بعد أن تجيب إجابة صحيحة على السؤال الحالي أما البرنتد كوز فهو أن تحل الأسئلة على ورقة نأخذ الروفيو مود كمثال عند حله بشكل صحيح ننتقل للسؤال التالي أما لو كان حللا خاطئ لا نستطيع الانتقال للسؤال رقم ثلاثة إلا بعد أن نجيب إجابة صحيحة وكما نرى يتوفر عشرة أسئلة بالكوز ننتقل الآن إلى إنشاء خليطة ذهنية ومن خلالها يمكنك إضافة أو استخدام مقطع من الفيديو ضمن الخليطة بمجرد الضغط على أيقونة الكاميرا للمقطع المطلوب فمثلا أتى المقطع هنا ويمكنك استخدام الصور المستخدم بالفيديو ووضعها في خليطتك الذهنية أيضا استخدام الكيواردز الموجودة مثلا نختار details ويتيح لك أيضا خاصية الشرح الصوتي للكلمة وهذه خيارات أخرى للتعديل والتنسيق على الخريطة ويمكنك حفظها أو إسالها للمدرس لو كانت هناك مجموعة دراسية أيضا يمكنك التأكد من استعابك المعلومات من خلال اللعب واطرح الموقع كذلك معلومات إضافية في عدة مجالات بنفس الموضوع الذي تشاهده ويمكنك أيضا طباعة هذه المعلومات وبالضغط على أيقونة الكتاب نستطيع استيراض الفيديوهات إما عن طريق الوحدات أو المواضيع طبعاً هذه الفيديوهات المتعلقة باللغة الإنجليزية فقط كما نرى أعدادها كبيرة ويتيح لمعرفة المجاني منها والجديد كذلك توفر موقع باللغة الأسبانية والفرنسية ويتوفر للمعلمين لإنشاء مجموعة دراسية وتوفر منه تطبيق على نظامي الآيو اس والأندرويد وبهذه النقطة أنهي شرح الموقع أتمنى أني أفدتكم شكرا